السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة دارين كروشيه هنكمل مع بعض النهاردة الشكل الخماسي للبطنية اللي هو حاجة سوانان في الطرف دي طبعا بدأ اتبان شكل البطنية بفضل الله الشغل سهل ان شاء الله وبسيط برضو وحدات وبتتركب مع بعضها بشكل سهل وبسيط وعبارة عن ستة اسطر فقط فان شاء الله يكون الشرح سهل بالنسبالكم يكون الشكل عجبكم برضو هوضح تاني انا قطعه في نهاية الفيديو بس هوضح لكم تاني ان البطنية انا حتى الان جايبة بكرتين من كل لون في اربع الوان واللون الازرق جايبة بكرة واحدة بس فا اه من الاربع يبقى كده تمانية تسعة تسعة بكرات فان شاء الله يعني تكفي عشان بيسأله وتاخد خيط قد ايه ان شاء الله تكفي على هزا الوضع آآ البطنية مش تطلع ملقاسها كبير قوي يعني هتطلع متر ونص آآ في متر ونص تقريبا برضو على حسب آآ آآ المصممة يعني حسب كلام المصممة تمام يلا مع بعض نبدأ وهتلاقوني حط لكم هحط الفيديوهات بتاعت البطنية في بلايلت او في قيمة تشغيل وهحط اللينك بتاعها في صندوق الوصف تحت وفي الفيديو فوق هتلاقوا علامة زي حرف الاي كده جوا دايرة لو دستوا عليه هتلاقوا فيديوهات انا مقترحاها عليكم وهتلاقوا من ضمنها قيمة التشغيل دي يلا نبدأ مع بعض بسم الله نبدأ اول حاجة الجزء دوت برضو هيبقى قطع كده آآ وبتتشبك فيه آآ من البطنية او المفرش اللي احنا بنعمل بدايتها هتكون زي ما بدأنا الجزء الاولين كده بالزبط بجيب الخيط الف عشر مرات على سبعين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر بعد كده اطلعني سبعين اروح كده في النص الدائرة في النص دي اللي قونت عندي ادخل فيه ااخد بقى الخيط الطويل ده كده اسحبه اناشا في دايرة فكت اسحبه وباكي ارتفع سلسلة تمام هبدأ اعمل جوة دايرة دي كده خمسة وشر نص عمود في الخيط ادخل تأكد بس ايه ان انا جوة دايرة بالزبط مشو اخضى خيط بالخطأ اعمل نص عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة خمسة اعملت خمستاشر نص عمود هدخل في اول نص عمود كده بالمنزلقة اعد بقى كويس كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احتاشر اتناشر تباتاشر ابعتاشر خمستاشر فبعد كده هشتغل زي الجزء برضو اللي في النص تاني خمستاشر نص عمود فوق الخمستاشر دولار ازاي الف الخيط على طول كده وادخل في الدايرة تاني واسحب وايه اطول ايدي كده شوية ماشي واعمل عشان تبقى مش مازن نقف بعدها وفي نفس الوقت تطلع قطعه ايه تخينا يعني هده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خلصت خمستاشر نص عمود اهو هتخل بقى في اول نص عمود كده عمداي وعمل منزلقه ارتفع سلسلة ويقص نص الخيط عشان هغير اللون الدور التاني ولك الحرية في اختيار الالوان تمام وياخد بيك هما هيبقوا مربعات مختلفة فتقدر يتغيري في الالوان في كل مربعين نعمل عقدة البداية الف الخيط لف على الابرة وامسك دي كده حل اروح للقطعة والديرة بتاعكي وادخل في اي عمود وانا بفضل ادخل قبل الخيط ده عشان اقدري معي وانا شغل ادخل فوق جوه كده النص عمود اكمل عمود بلفة هعمل تاني عمود بلفة في نفس الغرزة كده اتنين عمود بلفة في غرزة الغرزة الجاية اتنين عمود بلفة هفضل اشتغل اتنين عمود بلفة في كل غرزة لحد النهاية هيكون عندي في النهاية السطر ده تلاتين عمود بلفة اخلص ومرجع لكم بإذن الله دور الثالث هاجيب لون جديد وعمل عقدة البداية وياليف الخيط مرة على الابر واجيب قطعة بتاعتها احنا متفقين ان احنا عندنا سنين عمود بلفة في كل غرزة هاجي من ورا كده ادخل بين اي اتنين عمود اتنين عمود في غرزة وده اتنين عمود في غرزة فانا هروح كده اده اتنين عمود في غرزة اتنين من قبلهم واطلع من بعده واسحب الخيط ويأكمل عمود بلفة تمام بعد كده هاعمل اتنين سلسلة واحد واحد اتنين بك اقلب في الخيط واروح على الفراغ اللي جاي او العمودين اللي جايين اهو هعمل عمود بلفة خلفي واروح على الفراغ اللي بعده حوالين الاتنين عمود واسحب وكمل عمود بلفة تمام بعد كده هرتفع اتنين سلسلة واروح على الفراغ اللي جاي واروح على الفراغ اللي جاي واروح على اصحاب الخيط واسحب اكمل عمود ثلاث ثلاثة واحد اتنين ثلاثة ناكل مرة من ارتفع سلسلتين هنا ثلاثة الر PA W بعد کده حوالين العمودين اللي جايين اتخل اعمل عمود بلفة خلفي اتنين سلسلة عمود بلفة خلفي حوالي العمودين جايين ، وخلق اتنين سلسلة. خلفي حوالي ثلاثة ثلاثة واحدة ثلاثة. وده كده الثاني كورنر عمود بلوف سلسلة. ثلاثة سلسلة. اهنين ثلاثة عمود بلفة خلف دكيو تايد كورنور عندنا اثنين سلسلة عمود بلفة خلف اثنين سلسلة عمود بلفة خلف تلاتة سلسلة واحدة عمود بلفة خلف اثنين سلسلة دكيو تايد كن ربع فراء ربع كورنور عمود بلفة خلف اثنين سلسلة عمود بلفة خلف تلاتة سلسلة وده خامس كورنور عندي وبعد كده هدخل بمنزلق في راس الايه اللي عمود بلفة الخلف نحنا عملنا القول نحنا عمود بلفة خلف سلسلة واستخل تمام الدور الرابع جبت خط جديد وهي هعمل عقدة البداية ولفها سلسلة عمود بلفة خط جدًا أخذ كورنور سمسنا بهم عمود بلفة خلفة 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 خط جدًا غدن سلسلة نفس المكان. واحد بكده اجمالي تلاتة عمود بلفة. هعمل تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. بعد كده اعمل تلاتة عمود بلفة في نفس المكان. واحد اتنين. تلاتة. هروح على فراغ السلسلتين اللي جاي. هعمل اتنين عمود بلفة. واحد اتنين. وهي فراغ السلسلتين اللي جاي هعمل اتنين عمود بلفة. بقنا فراغه التلات سلاسل بشتغل تلاتة عمود بلفة تلات سلسل تلاتة عمود بلفة وده كورنر. وفراغ السلسلتين بشتغل لكل فراغه اتنين عمود بلفة. اللي جاي عندي هيكون فراغه التلات سلاسل. نبقى هشتغل. اه تلاتة عمود بلفة. واحد. اتنين تلاتة تلات سلسل تلاتة عمود بلفة. واحد اتنين تلاتة. الفراغين بتلاتة عمود بلفة. واحد اتنين. الفراغ اللي بعده اتنين عمود. واحد اتنين. اتنين. واحد اكرر تاني فراغه التلات سلاسل. اعلم تلاتة عمود بلفة. تلات سلاسل تلاتة عمود بلفة. واحد اتنين تلاتة. تلات سلاسل. تلاتة عمود بلفة في نفس المكان. واحد. اتنين. تلاتة. فراغ السلسلتين اللي جاي اتنين عمود بلفة. واحد اتنين. السلسلتين اللي بعده. تبشي الخيط لما تجعب الكتب. فراغ السلسلتين اللي جاي اتنين عمود بلفة. واحد اتنين. فراغ السلسل اللي هيكون تلاتة عمود بلفة. واحد اتنين. تلاتة. تلات سلاسل واحد اتنين. تلاتة. تلاتة عمود بلفة. واحد اتنين. تلاتة. 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 تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. عمود نفس المكان واحد اثنين ثلاث الفراغين الجايين وبنين عمود في كل فراغ وبعد كده أدخل بمنزل قفة أول عمود عملته تسل الشهورق كدهسم شكل اسمو كنتاجون اسمو كبن جيزي اللي هو لشكل ايه واحد اربعة خمس شكل الخماسي. نشوف لك ان نسمع ايه بقى في الهرية دي اطلاع ما كنا بناخده. تمام. نبدأ بعد دور اللي جاي. الدور الخامس اجيب لون جديد. بقى في البداية. بمسك الفتلة المصيرة ورف الخيط وارح لايه ثلاث سلاسل. انا برضو بحب ابدأ قبل. الخيط عشان قدري. نرح للثلاث سلاسل ادخل اصحب الخيط اصحب من حلقتين من حلقتين ده كبه اول عمود بلفة. كمان عمود بلفة. هو الثلاث سلاسل. اعمل ثلاث سلاسل. يبقى كده اول كورنر عندي. يبقى كورنر عبارة عن اثنين عمود. ثلاث سلاسل اثنين عمود. عندي دلوقتي هنا عشر عمود بلفة. هروح اعمل فيهم كل واحد عمود بلفة. ما ننساش اول واحد يعني لو يبقى كورنر شوية لازم لعمل. اذا واحد. اثنين. تلاتة. اربا. خمسة. ستة. سبا. تمانية. تسة. كده عشرة عمود بلفة في اول كامل. يبقى انا عندي التكرار بتاعي بارا اثنين سلسلة اه اثنين عمود معلش. ثلاثة سلسلة اثنين عمود في الكورنر وبعد كده عشرة عمود بلفة. هعمل معكم التكرار مرة الشوكة. ثلاثة سلاسل هعمل فيه اثنين عمود بلفة. واحد اثنين. ثلاثة ثلاثة وواحد اثنين ثلاثة. بعد كده اثنين عمود بلفة في نفس المكان. واحد اثنين. بعد كده عشرة عمود فوق الهواميد اللي جاية. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. سمية. تسعة. عشرة. تمام. هعمل التكرار ده كمان تلات مرات. وارجع لكم بإذن الله. الدور الخادس. هنبدأ ان احنا نوصل البنتا من ده بالقطع. او البطنية يعني. هنعمل ايه. اخذت البدية. وهنروح على اي تلاتة تلاتل. هعمل. هعمل عمود بلفة واحد باكه ثالث ثلاث عمود بلفة في نفس المكان تمام ده كده الكورنر بتاعي وده كده الجزء العلوي من البنتج ان احنا بنعمل تمام او بسطة على ان احنا بنعمل عندي هنا اربعة عمود بلفة هدخل اعمل فيهم كل واحدة عمود بلفة واحد ثلاثة اربعة خلفة ستة سبع 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 لنصبح سبع 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 وهي كده اربعة عمود بلفة هخلصهم الاربعة عمود بلفة وارجع الجنب الثالث هعمل في الفراغ الثلاث سلسل عمود بلفة ارتفاع سلسل هزيب البطنية بتاعتي من اي جزء بقى فيها ارتفاع تسلسل هزيب البطنية كده لان قمنا دي كده هتبقى الجزء العلوي فايه هيبقى وشولية وهروح على شايفين انتو كده اي قطعة الواحدة هاني مشي هدخل انا كده عمود بلفة سلسلة ادخل في الغرزة اللي باللبن دي او بالازرع اللي انا كنتو موصلوا بها بقى اللي انتو كنتو موصلين بها اي واحدة اعمل منزلق تمام بعد ما اعمل المنزلقة دي هاعمل سلسلة وعمود بلفة في نفس المكان اللي هو الثلاثة ثلاثة تمام هدد ان انا اعمل اربعة عمود بلفة بس كل ما عمل عمود بلفة اراح اعمل منزلقة في الجهة التانية في العمود اللي مقابل بمعنى ادف اول عمود بلفة هنا في اول عمود بلفة اعمل عمود بلفة وياروح على الجهة التانية في اول غرزة اعمل منزلقة ارجع تاني على البنتة بمتاعي اعمل عمود بلفة الجهة التانية لغرزة التانية اللي جاية اعمل منزلقة في العمود اللي جاي اشتغل عمود الغرزة المقابلة الغرزة المقابلة منزلقة يبقى انا بوصل انا بشتغل كاشن ايه قد اخلص تم تركيب اعمود في الغرزة اللي جاية منزلقة 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 اعمل منزلقة 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 اعمل منزلقة 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 عمودة قميوة ارباط صح ما يومي سوف نقوم بعمل المقابلة لها بالسنس كده. يعني مش شرط بايه المقابلة لها بالضبط. مقابلة لها بحيث ان الشغل يبقى لافروض كده عندي. انا كده عملت العمود. دي المقابلة لها. بقنا ست واحدة كده في الاول. مقابلة لها بالنظر بقى بنات ثمانئين. اعتمد اش على شغلي انا اعتمد على اللي انتم شايفينه بحيث تكون قطعة ساعتك مفروضة. وحلول الواحد يغلط ويصلح قدامكم عشان نبقى متؤكدين من شغلانه. هو قطعة ساعتك مفروضة. مقابلة لها بحيث عندي. شكرا للمشاهدة 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 اشتغل شكرا للمشاهدة 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 هنبدأ ان احنا نوصل الجنب يمين بشمال. عملت اخر منزلقة. في الطرف ده. هبدأ اعمل عمود بلفة في فراغ التلات سلاسل. عمود سلسلة. واروح عارفين التلات سلاسل هي بين العمودين دولة. ادخل فيها اعمل منزلقة. بعد كده ارتفع سلسلة كمان. ادخل اعمل عمود بلفة في التلات سلاسل دول تاني. يبقى انا كده كملت الزاوية من ناحية دي. هبدأ ان انا اعمل منزلقة ده العمود اللي بلفة اللي في التلات سلاسل اللي هو مقابل العمود اللي بلفة في تلات سلاسل ده اعمل فيه منزلقة. هما الاتنين في قوش بعدها. هاجي هنا هوا في اول عمود اعمل عمود. الجهة التانية نفس العمود مقابل لي اعمل فيه منزلقة. العمود اللي هنا اعمل عمود بلفة. العمود اللي مقابل لي بالازرق اعمل منزلقة. واضح? هفضل شغالة كده لحد لما اوصل عند الزاوية ارجع لكم تاني. نحاول ان احنا اي خيوط معانا نقدر نخبيها واحنا شغالين نخبيها عشان ما نتعبش بعد كده فيه تنضفها في البطنية. بقى مجرد ان احنا عندنا خيط مسلا كده زيادة. هروح في النهاية بتاعت ايه? البطنية او نهاية كل جزء. اروح الصابق. تمام? هخلص ورجع لكم. خلصت اخر عمود قبل الزاوية وعملت منزلقة في العمود المقابل ليه. هدخل عند الزاوية اعمل عمود بلفة. والعمود اللي مقابل ليها في الزاوية من ناحية التانية اعمل فيه منزلقة. وبعد كده تلت خلاسل وارجع اعمل عمود في نفس الزاوية. بس بعد كده عندنا الشغلة هوت هيبقى في الا كل عمود ده هنعمل عمود بلفة. وينقفل بمنزلقة في اول عمود عملنا. هخلص كده احنا دوت من 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 الشكل التاني للشكل رقم خمستاشر. آآ هنشتغل بنفس الطريقة التوصيل. الاولاني طبعا قلت لكم بتوصل لواحده ازاي? من التاني لخمستاشر بنفس الطريقة دي. وبعد كده اخر مربع هاي او فيكم دلوقتي نعملو ازاي? المربع الاخير. آآ اول لان معلش الشكل الخماسي الاخير. آآ اعملت في الزاوية عمود تلت ثلاثل عمود. بعد كده اشتغلت فوق كل عمود بلفة عمود. لغاية اخر عمود اهو. هاجي هنا هشتغل في الزاوية دي اتشتغل عمود بلفة سلسلة. تمام? طبعا الشكل دوت هيبقى بين شكلين اهو. بين شكلين ادى التالت. يعني هنوصلوا بهم من تلت زاوية. فدي اول زاوية. اللي هي ايه? الشكل الخماسي اللي جنبه من هنا ده. ارتفعت سلسلة. هروح في الثلاث سلاسل اهي. اللي في الشكل الخماسي المقابل لي من تحت كده ادخل واسحب اعمل منزلق. وارتفع سلسلة. وادخل في فراغ الثلاث سلاسل اعمل عمود. تمام? وفي العمود اللي في الفراغ الثلاث سلاسل ده. المقابل لي اعمل منزلقة. هروح لأول عمود اعمل عمود بلفة. وبعد كده في العمود المقابل لي اعمل منزلقة. نفس الطريقة بالضبط ولكن هيكون التشبيك من ثلاث زاوية. يعني مربع الاولاني شبكناه من زاوية واحدة. مربع تاني من زاوية تاني. المربع للمربع التالت من ثلاث زاوية. او المربع الاخير معلش. يعني احنا اول مربع شبكناه من زاوية. من المربع التاني للمربع رقم خمستاشر من زاويتين. اخر مربع خالص اللي هو رقم سستاشر. هو شكل خماسي مش مربع بستعموما اقول عن المربع برضو. آآ هنشبكه من تلات زاوية. ماشي. افضل شغالة كده. منزلقة وعمود. عشر واحد اوقات بيتلغبط عشان شغالين دايما بنشتغل بمربعات. فعشان كده بقول عني مربع فاعزولون. منزلقة عمود. خلص الجنب ده وارجع لكم. خلصت هيا العواميد اللي في الجنب. هيجي عند فراغ التلات ثلاسل اعمل عمود. بعد كده في العمود مقابل لي في الفراغ ده هعمل منزلقة. سلسلة. وفي الفراغ التلات ثلاسل هعمل منزلقة. وبعد كده سلسلة. وعمود في الثلات ثلات. الف الشغل شوية. واتخل هنا. اعمل منزلقة. وابدأ. اشتغل عادي بقى زي ما كنت شغالة في المربعات التانية. اوصل من هنا اوصل من هنا بنفس الطريقة. يعني الموضوع مش صعب اتمنى يعني يكون سهل عليكم. وبكده كنت خلصت باذن الله الجزء التالت بفضل الله. وباذن الله اسبوع او عشر ايام لان مسافرة. بحاجة نرجع. اكمل لكم الجزء الرابع باذن الله ويكون سهل. ونخلص البطنية. هي فاضل دلوقتي كده احنا خلصنا ثلاث اجزاء. فاضل ثلاث اجزاء. بس اعتقدم الثلاث اجزاء اللي جاية. هيكونوا سهلين وخفاف. البطنية زي ما تشايفين كده ايه? بدأت تظهر معكم. طبعا كمية الخيط الخيط اللي انا مستخدمها. حتى الان انا لسه في اول بكرة من كل لون. يعني انا مستخدمة. آآ واحد اتنين تلاتة اربعة خمس الوان. دي جايب منها بكرة واحدة. وكل لون جايب منه بكرتين. وما اعتقدش ان هي خلاص يعني واحدة كتين. تمام? عشان بس البناتة يسألوني عن كمية الخيط. آآ ما اعتقدش ان هي تاخد خط كتير. لان هي في النهاية تبقى زيها زي بطنية للاطفال متر ونصية. تمام? نشوفكم على خير بازن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.